صباح وأهلا وسهلا على الكنان، اليوم بدأنا نتحدث عن التليفون جديد نزل من شركة شاومي مسميه الشاومي 11T Pro هذا التليفون لديه عدة مميزات جميلة، خاصة السرعة الموجودة فيه لهذا التليفون لدينا 888 حاسوب من Qualcomm، أحسن حاسوب موجود عليه لهذا التليفون لدينا أيضا 120 هرتز على الشاشة، لأنه تجدد حالها 120 مرة بالسانية ولكن لدينا أيضاً جديدة، أعطونا 120 واط على الشجر لإستشارة البطارية و لدينا 5000 ميلي أمبير موجود في قلبها معناتهم من السفر إلى 100% يقولون أن نستطيع أن نصل بـ 17 دقيقة سوف أعطوكم التجربة التي قمت بها و نتحدث عن كل المميزات جميلة شكراً جزيلاً على كل الناس الذين نشتراك، يلا، دعنا نتحدث عن الشاومي 11T Pro اعملوا لايك وسجلوا على الكنان حتى دائماً تعرفوا لما ننزل فيديوهات جديدة هؤلاء كل الغرابة يأتي بقلب العلبي، لدينا العلبي لديه التليفون 11T Pro كما نرى هنا أن الصوت معمول على التونيق من هارمن كاردن يعني أن الصوت سيكون أحسن المي 11T العادي من البرو لديه دولبي هنا لدينا هارمن كاردن لدينا الـ USB-A إلى الـ USB-C شريط لنستطيع أن نستطيع أن نستطيع الشجر بقلب العلبي 120 واط يأتي بقلب العلبي الغطاء هنا كلير لنستطيع أن نستطيع أن نغطي التليفون المي 11T Pro والشيء الثاني لدينا شاومي هو شاومي 11 Lite 5G هذا الموديل الجديد الذي نزلته سوف نقوم بعمل فيديو خصوصي لديه بعد كم يوم دعنا نتحدث عن الشجر بقلب العلبي وماذا نستطيع أن نفعله؟ أولاً أريد أن هذا الشجر معمول لأوروبا لديه موديلين لديه التليفون الموديل سيكون بـ 8 جيجابايت رام و 128 لزاكرة وموديل ثاني بـ 8 و 256 لزاكرة سيكون تقريباً 650 إلى 700 يورو لكي تعرفوا الفرق بينهم سيكون السعر مليح الحاسوب عليها 888 من Qualcomm سيكون جميلة لكن البطارية الموجودة هنا رغم أنها 5000 ميلي أمبير يجب أن نعرف أنهم بطاريتين بطاريتين بـ 2005 يضعونهم داخلهم حتى نستطيع أن نشارجهم بسرعة بهذا الشجر الذي يأتي بالعربة هذا أهم شيء إذا طفيتوا التليفون نستطيع أن نشارجه من 0 إلى 100 إلى 100 تقريباً 17 إيئة لكن إذا كان التليفون دائر كما ترى في الفيديو نستطيع أن نصل عليه بـ 100% تقريباً 17 إيئة أو 50 ثانية تقريباً 20 إيئة إذا نستطيع أن تشارجه ومات التليفون تتفققه الثاني يوم الصباح وتخرجه قبل أن تكونوا خلصتوا عن تتروقه يكون تليفون زار 100% هذا شيء يجنين حسناً نحن نتحدث عن مميزاته مثل ما لديهم 5000 ميلي أمبير بطارية مقصومة بصمان نستطيع أن نشارجه بـ 120 من 0 إلى 100% في تقريباً 17 إيئة إذا التليفون مضف أو إذا كان التليفون مدور تقريباً 19 إيئة لا تتغير كثيراً الحاسوب الموجودة هنا 888 من Qualcomm وعندنا 8 GB RAM الموديل سيكون لديه هنا الذي سوف أعطيكم عليه لديه 856 إذا نرى تحت الـ About نرى هنا أنه موجودة MiUI 12.5.3 موجودة على Android 11 على هذا التليفون وغير ذلك لديه موجودة 250 GB لـ Storage وديه أيضاً 8 GB RAM الموجودين الفرق بينهم تقريباً 50 يورو لذا إذا كنت تفكروا تجيبوه بنصحكم تجيبوه لتبع الـ 700 لأنه لا يمكنكم تغيروا الحجم الزاكرة فيه للتليفون ولكن عندما تصل إلى 256 ستستعملوا كل الإمكانيات على هذا التليفون كل الاختيارات التي كانت موجودة عادةً بالـ MiUI 12 12.5 موجودة هنا الـ Updator System Status الـ Sim Card لدي 4G LTE هنا في أمريكا ولكن يمكنكم جيبو 5G ويوجد مناطق العالم الـ Wi-Fi مكتوب هنا لـ Bluetooth ومتعلق ومتعلق كلهم ومعنا الـ Always On Display ومعنا ما أردت وركبت عليه جوكو مثل العادة جميلة ومستطيع تعمل مزبوط تحت الـ Display يمكنكم تعمل Dark Mode ومعناتها 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 لتغيره على التليفون ومعناتها 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 تضبطها الشاشة جميلة من ألوان �كو وتعامتها ومعناتها والهم ومعناتها التي يصحبت التي تصحبها وسhow إلى regulators التطبيقات الـ وتجربة prove gestures 온 go و Rampe بالطور هيدا المشاهدة طلب منه يمكنكم تعملوا هذا بالضججة فيه لتطلع الماء منه اكسسابيليتي بيوتي بالفيديو إذا كنت تدوروها هذه أنا ما بعتقدت شيئا معمولي لألي أنا هذه عملو إلى ناس تاني بس على الأليلي موجودة هون إذا كنت تكون إيها غير هكي كمان فيكن ديجل الوالبين والبارنتال كنترول عنا الـ Game Turbo لأننا نضبط التطبيعات التي عائلت الألعاب فيديو تول بوكس، الفلواتين ويندو، السكين سبايز واللايت موض إذا كنت تعملوا قليلا بيكون عادي بيكون الـ Simple Mode غير هكي لأنه هذا الموديل الجلوبال في عنا الـ Google Services فينا نعمل كمان الـ Login إلى الـ Me Account وكل شيء موجود عادي مثل عادي مثل ما شفناه من قبل حالا، عشمال ما نشوف عنا الـ Google Feed مثل عادي على اليمين عن التطبيقات، في عنا الـ App Drawer كله موجود هون فينا نسحب، كل الشغلات المتعاودين منها، هذه الحلوية فيها لها التليفون كله كله هيمشي مضبوط مثل ما نحن متعاودين الكاميريات الموجودة هون مثل ما خبرتكم أولا، عنا الكاميرا الأساسية 108 ميجا بيكسل الثاني بتكون 8 الـ Ultra Wide والثالثة بتكون الخمسة ميجا بيكسل اللي قد نستعملها لنعمل تلا ماكرو معنية تقدر تقربه على السبجك عندما تأخذوا الصور اخر شيء هون، كمان لما نستعمل التطبيق، عنا عدة اختيارات على Pro Mode، الفيديو، الفوتو مثل العادة الـ Portrait Mode، وعنا كمان Night Mode الـ 108 لنستعمل كل قوته للكاميرا الموجودة ورانية بالفيديو، الفيديو، 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 الفيديو بطريقة الـ Slow Motion، الـ Time lapse، الـ Movie Effect الـ Long Exposure، وعنا عنا كمان نعمل تصممه في عنا كمان نعمل تصممه الـ Long Exposure هنا وعنا كمان نعمل تصممه الفيديو وخلون تحت الـ Movie Effect، نرى عدد اختيارات لنقدر نعمل فيديوهات هي كما كما الـ Movie موجودين لدينا كاميرا كثير قوية موجودة هنا وعندنا اختيارات كثيرة لنقدر نعمل فيديوهات حلوة كثيرة دعني أعطيكم الآن مصر عن الكاميرا الموجودة قدام والكاميرا الموجودة وراء على المي 11T Pro سنبدأ أول شيء ونستعمل الكاميرا الأساسية الموجودة هنا قدام نستطيع أن نسجل ١٠٠٠ فريمس بسيط أحسن بشوء من العادة ما نرى وهو ٢٠٠٠ ونقوم بعمل الكاميرا الموجودة وراء في شوية هوا إن شاء الله الصوت يكون كثير منيح سوف نتجدكم قوية الكاميرا الموجودة وراء على المي 11T Pro الآن قربنا على الكاميرا الأساسية الموجودة وراءه ١٠٨ ميجا بيكسل موجودة على هذا التليفون يمكننا أن نصور فيها ٨ك على الكاميرا الأساسية ٤ك٦ كمان برضه على الكاميرا الأساسية ولكن إذا نعمل ٤ك٣ يمكننا استعمال الألترا وايد وكما يمكننا أن نعمل ٢٠٠ بي و ١٢٠ بي كل الشغلات العادية ولكن أهم شيئا أن هذا يقوم بالتليفون الجديد من شركة شاومي هذا المي 11T Pro وكما رأيتكم الصوت والصورة يجنون وكما أعطيتكم مصر أيضا عن ٨ك لأنني لم أعطيكم الشجرة في الجنين الآن دعنا نتحدث عن الصوت الموجودة على هذا التليفون كما قلت لكم السبيكر الموجودين عليه هنا لديه الحرمن كاردنت التوني رغم أن لدينا Dolby Atmos لديه الإي كيو موجود في قلب ستتنجز إذا نفوت إلى هنا وننزل ما أعطيكم لها ونفوت إلى هذا ونضع الصوت والسحوات نسأل إلى تحت الصوت الموجودين ونضع صوت الموجودين تحت Dolby Atmos لدينا تشاهدات مثل ما ترونه لننعب بالغنية العادية لننعب بالغنية العادية لننعب بالأليكس كريندو الجنبو مع نسي اس ريليس نضع تلك الفوليوم إلى 100% دعنا نعمل هنا ونبدأ بالأكيد الصوت سيكون بجنن ولكن لنعب بالغنية العادية لأن الجميع الموجودين من الشمال إلى اليمين يجب أن نقوم بمسك الموجودين لأنه بمسك الموجودين لأنه بمسك الموجودين كما تدريد الصوت يضبط على أيدنا ويقوم بعمل عليه مثل الصوت يأتي علينا ويضبط الصوت كثير جميل هذه الشيء جميلة لدينا التلفونات التي يأتي لها شاومي يضبطوها جميلة الآن نحن نتحدث عن الألعاب لدينا Game Turbo مثل ما رأيتنا قبل يمكننا أن نقوم بمسك الموجودين نضبط كل الأشياء التي تريدنا ونقوم بمسك الموجودين سوف نفتح لعالبة اللعبة التطبيق هنا تقوم بمسك الموجودين هذه اللعبة جميلة لأنني أحب أن ألعبها على كل شيء على الكمبيوتر وعلى التلفون الشاشة هنا رغم أنها 120 هرتز لا نستطيع أن نلعب اللعبة على 120 هرتز لكن لا نستطيع أن نلعبها على 90 هرتز مع كواليتيتها للصورة على أحسن شيء إذا أحب أن تلعبوا هذه اللعبة لن يكون لدينا أي أشكال تستمتع فيها حتى نسكر هذه الأشياء نذهب إلى Setting تحت الـ Audio Graphics هنا موجودين نرى أن نستطيع أن نقوم بمسك الموجودين وأنا أحب أن نضعها أيضا هنا على Dynamic حتى نستطيع أن نستمتع بالصورة مضبوط هذه شكلة جميلة ونستمتع حتى نلعبنا قليلا على اللعبة ونرأيكم كيف تمشي تنسل الوصول لدينا البطاقة لدينا البطاقة تنسل الوصول تنسل الوصول تضغي المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة لا تتحرك في الناس المترجم للقناة سيكون هناك سؤال سؤال تسأله كيف قدرت شاومي تنزل هذا التليفون بـ 650 يورو أو 700 يورو إذا تأتيه بـ 256 أولاً سيقول لكم أنهم استعملوا الحاسوب 888 وليس استعملوا 888 السعر سيكون أرخص قليلاً لأن الحاسوب أخرى في أول سنة الشاشة موجودة هنا معنات كورفز ومنتة QHD هذه هي 10 ATP هذه الأشياء تغيروها لكن ما أعجبني فيهم كثيراً غير هذه ليس فقط أنهم يستطيع أن يزال السعر أعطونا مميزة خصوصية في هذا التليفون الذي لا يأتي بالتليفون آخر غير المي ميكس 4 هذه القدرة أن يستطيع أن نشارجه بـ 120 واط ويعطونا الشارجهر لقلب العلبة هذا يأتي بالقلب العلبة لا ستشترونه لحاله يمشي مزبوط هذا معمول على شريط أوروبا لكن يعتاد يشتغل في لبنان من قليل البلاد العربية إذا كنت تضعوا على أداب توري يمشي مزبوط بالسعر 650 ستكون الكاميرات جميلة الخبرة على التليفون جميلة ستستمتع فيديوهات ستستمتع الفيديوهات التي عملتهم والفيديوهات التي ستتفرج عليها لك ناتتليكس أو هذه الشيئات الثانية ستكون جميلة الخبرة عليهم كثير من ناحية وعندهم باس معناته تشعروا أن هؤلاء الخبرة مزبوطين وليس ستستمتع الفيديوهات لذلك المعجوب في هذا التليفون والسعر يسكر كل شيء مثل لكم 650 يورو شيء يجنن في هذه الأيام في آخر 2021 من تليفون من شركة شاومي ماذا يجدون فيه شاومي 11T Pro يجب أن يبطل إليه وإذا كنت ترى الفيديوهات الثانية على التليفون الذي انفجأتكم عنه بالبداية شاومي 11 Lite 5G NE هذا هو الاسم الجديد هناك هذا أرخص بكثير من هذا وعنده الحاسوب 778G هذا يكون مور ميد رانجر على مدر ما يكون هذا الفلاكشيب لكن السعر أرخص بكثير كيف شاومي قادر تنزل هذه التليفونات بكل هذه المميزات بهذه السعر الرخيص شكرا جزيلا على كل الناس الذين من اشتراك أراكم إن شاء الله في الفيديو جديد مع السلامة